موسيقى موعد النشاط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تراجعت سعر النفط إلى أكثر من 1% الجمعة بفعل مخاوفة من تدخم فائد المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل ووصلت العقود الأجلة لخام برانت التراجع للجسد الثالثة على التوالي منخفضة بـ 96 سنة بنحو 4% لينخفض إلى أقل من 80 دولار للبرميلة ونزل خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بدولار و35 سنة بما يحادل نقطة و17 نقطة مئوية ليصب 77 دولار للبرميلة يتنخفاض النفط بتزامن مع تراجح بقية أسواق المال بفعل مخاوفة من أن تتسبب السلالة الجديدة في طباط النمو الاقتصادي وفرض قيود على الحركة والانتقال مجددا انخفاض أسعر ذهب الأسود تأتي في وقت انكشفت توسيل أحلام أمريكية حنية جو بايدن اتخاذ خطوات إضافية في سياق حربه ضد تحالف أوبك بلاسا المصادر ذاتها لم تستبعد أن تلجأ إدارة البيت الأبيض لدراسة عادة فرض حضر تصدير النفط الأمريكي لثاني مرة في تاريخ البلاد تقرير في سياق لسمية خانم حرب بايدن ضد تحالف أوبك بلاس مقبلة على فصول جديدة أو هكذا أرادها زعيم أكبر اقتصاد في العالم بكشف وسائل أعلام أمريكية عن نية قاطن البيت الأبيض توسيع حربه ضد كبار المنتجين بالتلويح بورقة حضر صادرات النفطية الأمريكية الإجراء الذي سبق لبلاد العميصان في منتصف سبعينيات القرن الماضي إقراره إبانا الطفرة النفطية الأولى التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بوصول إنتاج البلاد إلى تسعة ملايين برميل يومياً أنذاك ما يمثل خمسة عشر في المائة من السوق العالمية قبل أن يعصف بها قرار الدول العربية المنتجة للذهب الأسود حينما علقت تدفق الخام نحو الأسواق العالمية عام ثلاث وسبعين من القرن الماضي ما أدى إلى ارتفاع قياسي في وردات واشنطن من النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً وزيادة أسعار الخام بأربعة أضعاف في ظرف شهر واحد منتقلة من ثلاثة دولارات إلى إتني عشر دولاراً للبرميل الواحد مؤشرات دفعت بالإدارة الأمريكية أنذاك لإقرار حظر صادرات النفط الأمريكية عامين بعد ذلك إجراء سبقته واشنطن برفع حظرها عن واردات من الدول الأعضاء في أوبيك إجراءات عمرت أكثر من أربعة عقود قبل أن تقرر إدارة باراك أوباما في الثامن عشر من ديسمبر من عام الفين وخمسة عشر عن رفعها إجراء توجى طفرة نفطية أمريكية ثانية بارتفاع إنتاج البلاد من خمسة ملايين برميل يومياً في الفين وتسعة إلى نحو تسعة ملايين برميل يومياً في الفين وأربعة عشر محدثاً ستمائة وثلاثين ألف وظيفة جديدة وضمان إرادات إضافية بنحو مليار وأربعمائة مليون دولار تطورات تأتي في وقت تفاقمت الشكوك لدى المستثمرين بشان فعالية عمليات السحب المنسقة للخام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار المستهلكين وتوقعت كبرى البنوكة لستمارية الأمريكية أن يكون للخطوة تأثير محدود في ظل تكهنات لتجاوز أسعر ذهب الأسود حاجزة التسعين دولاراً للبرميل العام المقبل تقرير في السياق لنريمان حماني قبل أن تجد مبادرة بايدن لكبح ارتفاع أسعار النفط طريقها نحو أسواق الخام سارعت كبرى البنوك الاستثمارية الأمريكية لإطلاق توقعات متشائمة بشأن تأثيرات التحرك المنسق لكبار مستهلكي الطاقة باللجوء إلى استغلال مخزوناتها الاستراتيجية لزيادة المعروض النفطي المطروح بنكو جولدمان ساكس أكبر الكيانات المتخصصة في تعقب حركة أسواق السلع الأولية في العالم توقع أن يكون لتحركات بايدن تأثير قصير الأمد على خلفية تراجع الاستثمارات الدولية في الصناعة النفطية والغازية على مدار السنوات الأخيرة والمدعومة لتعافي قوي للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 مؤشرات تكهن البنك الاستثماري الأمريكي أن تخيم على الاجتماع المقبل لتحالف أوبيك بلاس بما يدعم من التوجه لرفض الكارتل النفطي لزيادة حصص إنتاج أعضائه اعتبالا من جنفي المقبل بفعل انخفاض الطلب على الوقود في أوروبا على ضوء عودة بعض الحكومات لسياسة الإغلاق العام لمجابهة تفاقم الوضع الوبائي بلغة الأرقام تتوقع المجموعة الاستثمارية الأمريكية أن لا يتجاوز المعروض النفطي الذي تتيحه الخطوة الأمريكية المنسقة مع كبار المستهلكين مستوى الثمانين مليون برميل يومياً في مقابل طلب عالمي يفوق مئة مليون برميل يومياً على ذلك النحو يستشرف بنكو جي بي مورغان أكبر مجموعة لإدارة الثروات والأصول في العالم أن يرتفع سعر نفط برانت القياسي العالمي ثمانية وثمانين دولاراً للبرميل العام المقبل مع توقعات بتجاوزه ذروة تسعين دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من نفس العام توقعات متفائلة تستند على تكهنات بتجاوز الطلب العالمي على الخام مستويات ما قبل الجائحة بحلول مارس القادم وبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين مسيطرة على توجهات السوق النفطية في غضون الثلاث سنوات المقبلة على الأقل تجه الاتحاد الأوروبي لاقتراح مهلة تسعة أشهر أشهر لصلاحية لقاحة كوفيد-19 للراغبين في السفر إلى الدول الأغطاء أفدت وكلة بلومبرغ نقلاً عن وثيقة المفاوضية الأوروبيان الأخيرة ستوص الدول الأغطاء بالسماح للمسافرين المتعامين باللقاحات المصادقة عليها من طرف منظمة الصحة العالمية اعتباراً من العاشر جنفي المقبل ضمن مساعي لإعادة بعض الحركية السياحية في دول الاتحاد صادق عضو مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان الجزائرية الخميس بالإجماع لصالح مشروع قانون موازنة للسنة المقبلة بعد أسبوع من المناقشة وحظي مشروع القانون المثير للجدل بإجمالية أصوات السيناتورات بمائة وتسعة أصوات مؤيدة يتمم بذلك البرلمان بغرفته مناقشة مشروع القانون الذي ينتظر أن يوقعه رئيس الجمهورية قبل 31 ديسمبر المقبلة هذا وأكد الوزير الأول وزير المالية الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن مصادقة البرلمان على مشروع القانون يحد تكريسا لمبدأ الحادرة الاجتماعية والجبائية وضمان ديمومة ميزانية الدولة إنكم بتصويتكم على قانون المالية 20 فإنكم صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية صادقتم على تكريس مبدأ المساواة تمام القانون صادقتم على التكريس مبدأ العدالة الجبائية وقد كرستم مبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة وكرستم السياسة الاجتماعية المثلة للدولة من خلال الاستعمال الأمثل الموارد وترشيد موارد الميزانية وكذلك توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وهذا بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا من جهة أثنى رئيس الغرفة العليا للبرلمان الجزائرية صالح قوجيل على مضمون البيان الأخير لصندوق النقد الدولي حول الوضعية المالية والاقتصادية للجزائر الذي أشهد بأداء الاقتصاد المحلي في مواجهة تدعية جايحة كورونا التنمية تعنا طورت كانت 0.7 في 2019 اليوم راه زايد 6% وهذه بشهادت لفهمي في الاجتماع نتاعه الأخير هالخطرة أنا فهمي لما أعطارف بالنتائج هذه نتاع الجزائر في الفترة هذه من 2019 إلى 2021 ما اسمع ناش كثير تعاليق وهو حذر حقيقة هذا يرجع للمجهودات تتعنا وبشفة خاصة حتى العمل لي موش ظهر نقولوا بلك مخفي ولكني هاي النتيجة ونعني الحكومة على هذه النتيجة هذه اللي حتى لفهمي اعترف بها تقود مؤسسات صناعية تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية جهوداً محلية لإعادة بعض النشاط الصناعة الميكانيكية بإطلاق حزمة من المشاريع الرائدة في تصنيع المركبات بمختلف الأحجام والاستخدامات ساعة تستهدف تشكيل قاعدة صناعية محلية بتوسيع الشبكة المناولين في تصنيع قطع الغيار مع ضمان خدمات ما بعد البيع والتكوين المرافقة روبرتاج عبد النور حفصاوي تتعدد فروع النشاط وتتنوع مجالات الاستثمار لتضع الصناعة العسكرية نفسها في طلعة الجهد الجزائري في سبيل إعادة بعث الصناعة الميكانيكية المحلية مسعى استهلته مؤسسات الصناعة العسكرية بإثراء تشكيلتها المتاحة من قطع الغيار تشارك المؤسسة العمومية ذات طبع الصناعي والتجاري في الطبع السادسة للمناولة وهذا لإبراز قدراتها الصناعية على المستوى الوطني وذلك للخفض من فاتورة الاستيراد لقطاع الغيار حيث القاعدة تقوم بصناعة مختلف القطع الغيار التأسيس لقاعدة صناعية صلبة ينطلق من دعم شبكة المناولين للشركة الصناعية العاملة في توفير قطع الغيار من القطعين العام والخاص والغاية المساهمة في تقليص فاتورة الواردات وخلق الثروة بغرض إبراز قدراتها في تجديد وعصرانة العتاد ومن أجل الاحتكاك بالمتعاملين الاقتصاديين لغرض اقتناء قطع غيار ومواد أولية وكذلك تبادل الخبرات وذلك بخفض فاتورة استيراد العتاد مساعد تحول لقطب صناعي ميكانيكي لا تتوقف عند الانتاج وتصنيع قطع الغيار بل تمتد لتوفير خدمات ما بعد البيع والتكوين المرافق مع ضمان جودة المنتوج تحرس المؤسسة العسكرية دوما على الدفع والمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني وذلك بتقليص قيمة الواردات بالعملة الصعبة وهذا من خلال الرفع من نسبة الانتاج الوطني مع المتعاملين الاقتصادين العموميين والخواص خلال هذا المعرض كان هناك إقبال جد معتبر من طرف مختلف الهيئات منها متعاملين اقتصاديين تقنيين طلبة وحتى الحرفيين مما سمح لنا التعريف بقدرات مخبري التجارب والمعايرة في مجال تقييم الجودة وكذا مختلف الخدمات التي نقدمها لفائدة القطاع الصناعي تحضر الصناعة العسكرية في صالون المناولة عاكسة أولى الخطوات ضمن مسار الألف ميل لتحقيق إقلاع صناعي واقتصادي شامل بالاعتماد على خبرتين وسواعد جزائرية وصلت الليرة التركية تعافيها الخميس بعد تراجعها التاريخي لمستويات متدنية قياسية الأسبوع الجارية أنحن تسعوديهم الدحوم بتوقيع البنك المركزي التركي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الإماراتي تتضمن إجراء محادثات حول اتفاق مبادلة محتملة ولد مذكور والتفاصيل ما كان بالأمس القريب مستحيلا يتجسد اليوم على الأرض تقارب اقتصادي تركي إماراتي وإبرام لاتفاقيات تاريخية أهمها ضخ وديعة لإمارة أبوظبي في البنك المركزي التركي أنباء سارعة الأسواق للتفاعل معها إيجابيا منقذة الليرة التركية من أسوأ أداء لها أمام الدولار على الإطلاق انفتاح إماراتي وإقبال على الاستثمار في أحد أكبر البلدان استقبالا لرؤوس الأموال بتأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا سيركز فيها الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجيستيكية ومنها قطاع الطاقة والصحة والغذاء تقارب وترتيب للأوراق الدبلوماسية بين أنقرة وأبوظبي أملتها معطيات جائحة كورونا وحالة الانكماش الاقتصادية التي يعيشها العالم جراء الجائحة وأكذا تراجع عملة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اتفاقات قد تمهد لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين مع مساعيهما لتقاسم عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية ضمن طفرة غازية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق المتوسط بالتزامن مع بداية الحديث عن 200 مليار دولار من صفقات إعادة أعمار ليبيا بعد عشر سنوات من الحرب المدمرة تحركات من شأنها ضمان إمدادات غازية مستقرة لتركيا المتعطشة للطاقة مع استهدافها بلوغ نسبة نمو تعادل عشر في المائة بنهاية السنة الجارية في ظل غياب توافق إقليمي وجو سياسي مع الفاعلين الدوليين في المنطقة وهو ما يتطابق للتقارب التركي الإماراتي الأخير يواجه المغرب أسوأ أزمة جفاف تعصف بالبلاد منذ عقود بتراجع المنسوب الإجمالي لسدود المملكة بنحو 60% في ظرف أقل من حام وضع أجبر سلطات المغربية لأحلن حالة الطوارئ بشمل البلاد في وقت يهدد الشح المائي القطاع الفلاحية أبرز ركائز اقتصاد المملكة تقرير في السياق ليناري منحماني في ذروة موسم التساقطات المطارية تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جفاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود بتراجع معدلات التساقطات المطارية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي أمطار شحيحة رسمت عجزاً مائياً عبر سبعة أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد بتسجيل خفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت 34% في ظرف عام واحد لتصل الكميات المحجوزة إلى خمسة ملايير متر مكعب ما يمثل تآكل نحو 60% من منسوب سدود المملكة في أقل من 12 شهراً وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي مؤشرات سارع وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة ثلاثة أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جثاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة في الشان المغربي دائماً دهى رئيس التونسية قيس عيد لمواصلة تطبيق القانون ضد من أسماهم بمن يريدون تجويع الشعب والتنكيل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم سعيد خلال استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات أكد أن العديد من السلع اختفت من السوق فجأة بينها مواد غذائية وأخرى في مجال البناء والصحة وهي موجودة في مخازن المجرمين الذين يختلقون الأزمات لإدارتها في مصلحتهم على حد تعبير الرئيس التونسي للقيام وللتأكيد على ضرورة مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين ولابد من اتخاذ الإجراءات ولا تأخذك في الحق لومة لأم لأنهم يريدون تجويع الشعب والتنكيل به فلا مشارة إلا لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار الخسائن معروفة أن لم يرتدعوا فسيطبق عليهم القانون ولكن أدعو التونسيين والتونسيات إلى أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير تونس من براثني هؤلاء المجرمين لهنا مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى الختام نشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة